السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قوضة عيز حسن موقع خدمة youtube.com. طيب اه درس النهاردة هنكمل اللي بدعنا نمر الفاتد. احنا دلوقتي اه معنا ال url بتاع السيرفز نفسيها تمام? عايزين بقى ان نهت ال url بتاع السيرفز بال ebi اللي يوزر عايزة. يعني يعني يوزر داتي مسلا هنا فرضا هو عايز اعايز مثلا اي باي اسمها ولكم مسلا. طيب? فانا عايز اخد ال اي باي دي اللي هي بوست ولكم وراح ابعطها لي السيرفز بتاعتي. طيب? دي اغل حاجة عايزة اعملها. طيب. يبقى انا محتاج هنا محتاج ان انا او بتاعي. يعني اللي انا هقول له روح ندي عليه. يعني خلاص بقى انا لقيت السيرفز كل حاجة. هتلي كامل وراح ندي السيرفز بيها. طيب? فهنعمل هنا وده هيبقى بيساوي السيرفز يوريل اللي هي البيز يوريل بلاس الي فول احنا جايبين اللي هو اليور اي. اليور اي ده عموما اللي هو ال بوست ده. اللي هو بوست ولكم. ده اليور اي. طيب لو عملت هنا دوقتي هنا قلت له مسلا هنا اه لوج دوت فاتل. انا لازم نحط تمام? فهاجي هنا اه فعلا هو ده هيروح يقول السيرفز اللي هي ستين ستين اللي هي بتاعت ايه? بتاعت البوست تمام? يقول لها هاتيلي اللي اسمها او ده تمام? فانا كده معي اللي انا ههيت عليه. تمام? دلوقتي هنبدأ لبني الفنكشن دي هي اللي هتروح تاخد ده وتنادي عليه بقى. هتروح تقول السيرفز دي بال ده. طيب هعمل هنا اسمها لان طبعا فيه يعني كله حاجة اللي هيكسب ديتها. بس هنعمل جد دلوقتي. تمام? اول حاجة اخد الجي. الجي اللي هي الجين كونتاكست. تمام? واخد اللي اللي هندي عليه. وده هيبقى سترينج. تمام? طيب. اول حاجة اعملها يستطيع اعمل باكتر في عات الهتش تي بي دوت نت. في ان انا اعمل ممكن في باكتجات كتيرة ممكن اعملها مميينة تمام? طيب اقول له هنا بس ان ايه? اول حاجة باخد الميثود اللي هيجت. التاني حاجة باخد اليو اريل. اول هنا اف الارور لا يسوي نيل. هنقول له بس هنا ان نتبع اي حاجة. بايش لوك فاتل عشان منقفش الدنيا. هنقول له هنا اف ام تي دوت برينت الان. هنقول له بس هنا ارور ان نيو ريكوست. تمام دي الخطوة. تمام. الخطوة اللي بعد كده ان انا المفروض بقى ايه? هبارس الهيدرز اللي اليوزر بقيتها. يعني ايه? طيب بس نبص على الفلاش نبص على الفلاش من او رحال الاو. دي مهمة جدا جدا صح! او التعجيب a user س locals look at father different eastern easternIS doctor او او ايه Nin сидerز فهو بيعيت لها لها شوية heaters تعم? زي مثلا مثلا متضغط زي مثلا لو فيه مسلا بتدغط Hola구ري ايه tymeawtا وجدت لها شوية هيدرز. طيب المفروض السيرفرز اللي هي بتقولها تعرف الهيدرز دي. يعني المفروضCI تاخدìn reach out وتبعتها كمان للسيرفز اللي بعديها. عشان لو باعت هيدر مهم انت عايز مسلا تبعت حاجة محتاجها في تبقى الدنيا تمامي. تمامي او مفوض ناخد اللي باعتها نبعتها لي السيرفز الجديدة. دين نقطة. لان انا لازم اهندل حيطة دي لان انا لو ما هندلتهاش دي اللي هي بتاعت مش تعرف اي باعتها. خالص. ولا ولا اي حاجة باعتها. فانا محتاجة هندل. اخد التوكنز اللي في الريكوست ده او محوضاتها في الريكوست اللي هتبعته لبوست. تمام? طيب هعمل الكاندة ازاي? هي مو بسط جدا جدا انا فكرة. هلو هنا كي بالشكلة. هلو هنا الجي دوت هيدرز او ريكوست دوت هيدر. تمام? لو بصنا على دي. دي بيقى فيها الهيدرز بتاعتنا. ودي بتاع عبارة عن الري او ماب سترينج اوف سلايس ترينج. تمام? طيب فانا هاجي هنا اقوله هنا. تمام? هقوله هنا ريك. دوت هيدر دوت ست. واحط له كي. بقى كده اقوله هنا. او رزاً. الكي. لان الست دي بتاخد كي و فاليو لو بصنا هنا. بتاخد كي و فاليو. بس بتاخد ال اتنين سترينجات. المهم. هاجي هنا بقى انا. اقوله هنا بقى ايه? ااام الجي دوت دوت هيدر دوت جت الكي بتاعي. مش شكلة. تمام. فانا اخدت الكي من طريق اللوب وبعد كده راح تروح جاي بالكي من اللوب الاصلي بتاعتك او من الجيل الاصلي بتاعك. تمام? دي تاني نقطة. يبقى اول نقطة ان احنا اه هنعمل تاني نقطة ان احنا اخذنا اللي موجودة في الريكوست وبعتناها. او هننضيفها لريكوست الجديد اللي انا بعمله هوا. تمام. تالت حاجة حد اقول اعمل الكلينت ببتاعه شان اعمل الريكوست بالشكل ده اقوله هنا. اتش تي بي دوت كلاينت. وحط له الطايم اوت بتاعي. طايم اوت هيساوي طايم دوت السكند في عشرة مسلا عشرة سمعين الطايم اوت. مسلا ممكن تزاوه ده اللي انت عايزه يعني. وبعد كده ابدأ اعمل ريكوست ريسبونس. بالشكل ده. اقوله هنا ارور طبعا. بالشكل دوت دوت دو الريكوست بتاعي. لو انتم شفت الريكوست بتاعي اللي انا عامله فوق اللي هو ده. تمام? بحط هنا في الدو. بالشكل. فانا كده هعمل هيقوله هنا اف ان الارور لا يساوي. هنا في ارور فاتعاوا واخي دي كده الكر يدقا بج". ارون ان دو clients مسلا". طب تمام. وعاểu كده هقوله هنا ادفير �땀 اوزر سوف اتقوم بتخدم هكذاb هكذا حاجة تحتها وهلل لن ي ожидre سوف اخذ الريكوست. وحولوا لي ماب. هلو هنا. هاي ساوي. ماب سترينج انترفيس. انترفيس هنا اللي انا ما عرفش ال values ايه? والا 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 اين كان ال values ايه مهمة. مهمة عندي key و value. طبعا? بعد كده هعمل نيو ديكودر. هلو الديكودر لي ال RESPONSE.BODY بالشكل ده. والواقع دوت ديكود للريزولت بتاعتي. بالشكل ده. طيب. فالريزولت دي بقى فيها الريزولت بتاعتي كلها. طيب. هبدأ هتشيك بقى لحاجة هنا. هقولوا نقف ان بتاع الريزولت اكبر من صفر او بيساوي صفر رازم. ليه انا شيكت على حتة دي? لان انا اوقات مسلا ممكن اروح اقول السيرفز بتاعت البوست وتدرب خمسمائة تدرب خمسمائة لها ما تجيبش ما تجيبش ده يعني. او ال RESPONSE يجي فاضي او ال RESPONSE يجي بغايز او اي ان كان. فانا هبدأ تشيك بقى على ال RESPONSE ده. هل هو فاضي? هل هو اللينس بتاعه اكبر من بيساوي صفر? معناها ده فيما معناه اجماليا ان ال RESPONSE بتاعت البوست ما راجعت ليش بData او ما راجعت ليش بأي RESPONSE الجاي فاضي. ساعتها انا لازم بقى اشيك بقى لحطة دي. لان لو ما شيكتش هتدرب. طيب? فقول هنا بس ايه? we don't have RESPONSE مسلا او ممكن هنا بقى مسلا ايه? تعني اخد ديك كده. ممكن نرترن خمسمائة مسلا في الكيس دي. لان غالبا ده بيدرن خمسمائة. سواء احنا المفروض بنشيك على ال RESPONSE ال LENTH بتاع ال RESPONSE. هنا خمسمائة. we not have response from this micro service. طيب طبعا دي هاتي افولز. طيب كده نجميل جدا جدا. طبعا هنا هاتريترن. في الاخر خالص يعني بعد بقى لو دينا تمام يعني لو دينا عدت من هنا ودينا تمام. هؤلو هنا بقى هنا جي دوت جيسون. اه هناخد ال STATUS CODE اللي لاجعلي في ال RESPONSE. RESPONSE dot STATUS CODE. وهياخد ال RESULT بتاعتي. بس كده. وقوله هنا طبعا. طبعا هي هيحصل غلط دوقتي اقول لكم ايه المشكلة بس تعالوا نجرب بقى ايه اللي يحصل. اه تعال طبعا هنقوله هنا بقى هاتلي. فانكشة غالي فانكشة اسمها جيت لحسة عاملينها دوت حالا. واديها الجي بتاعتك. واديها بالشكلة. طيب تعالوا نجرب بقى. بس هنا بس نبيلد. لما نروح نعمل الفش. طبعا بس نوقف الدنيه هنا. كده ما فيش اي حاجة اشتغالة هي. وهنا ما فيش اي حاجة اشتغالة. تعالوا نعمل ريكوست. نعمل ريكوست هنا فين? عالبوستز. تعال نروح عالبوستز عطول. قال لك ايه? we don't have response from this microsoft. تمام? تعال بص بقى هنا عكود. هو هنا عمل ايه? هنا جاب خمسمية. تمام? لو رحنا هنا. اه ده فعلا هنا راح عمل كله. عمل كل السيرفز دي. بس هو لقاها جالك بفرق فور. تمام? فرق فور دي معناها ان الروت مش موجود. هل ده الكلام ده صح ولا لا. اه طبعا صح لان انا هنا ما عنديش في ال لو بقصنا على ميكروس ساعة البوستز انا ما عنديش راوت اسم بوستز. يعني فيش راوت اسم بوستز. هو الروت العادي ده. تمام? فاحنا ممكن نعمل هنا ايه? ممكن نعمل حرك. ان احنا نعمل اصلا اه جروب والجروب داي بابدائته بوستز. فعشان عشان بقى نستفيد من ان كل مرة هيبقات لبوستز. تمام? مطارش يحط بوستز في كل راوت. تمام? فقول هنا مسلا هنا راوت او مسلا اقول هنا بوستز مسلا هيساوي الجي دوت جروب بالشكلة وانه هنا كنب بوستز بالشكلة وانه هنا بتاعتي طرقة دي واخد دي كده قط من هنا ارميه هنا بس كده. اه طبعا هناخد البوست نحط هنا. بس كده. فاصبح دقاطي عندي هنا في راوت اسم بوستز ازا ما انتم شايفين كده. مطارنا نجرب مرة طريقة. مفتوض لو دي نشغاله الاقي ده هو دلاجعة. تعالوا هنا بس انه. ان. بوست مايكرو سيرفز. بس كده. تعالوا نشوف لو هاتين اللي انا. بس مايكرو سيرفز في دي نشغلين. زي كده احنا عملنا ايه? كده احنا خلينا دي لو انا في اه اي بي اي مش محتاجين فيها هي الوحديها بتروح تلكلها وتجيبي الريس بونس اللي راجع من ال اي بقى دي وترجحها ليه عن طريق يبقى احنا كده لو بصنا الفلو بتاعنا احنا يبقى احنا لضغطي وخلصنا الجزء اللي فوق ده بتأكد ازا كان السيرفز موجودة ولا لا تمام? وخلصنا الجزء ده اللي هو لو ال اي بي اي دي مش عليها بروح اكلها دايركت على طول واجيب بتاعها ورجحها لي بتاعي. تمام? طيب اشوفكم الدرس الجاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة